وموضوع النهاردة موضوع مهم لأنه بنات كتير قوي تدخل فترة الخطوبة ما عندهاش الخبرة هو المفروض أن احنا نفضل نقول كلام حلو كده والمفروض أنه هو يفضل يحبني ويقول لي كلام لطيف ولا إيه الموضوعات المهمة اللي احنا مفروض نتكلم فيها وخلينا يا سائدنا نقسم الموضوع على مستويات ففترة التعارف كده إيه أهم الموضوعات المفروض نتكلم فيها طب خلينا بس نحط السوابت الأول تمام أول حاجة لازم نبقى فاهمين أن فترة الخطوبة دي قد تقول إلى زواج أو قد لا تقول إلى زواج طبعا هي وعد وعد بالارتبال وإحنا قلنا ده كتير وحنقوله تاني عشان بنتنا تفهم الحدود اللي موجودة بينهم لأنه ممكن الجواز ده ما ينتمش وبتكلم عن الحدود فيما يفعل وفيما يقال فيما يفعل وفيما آه يعني خلينا بس حرسين فاهمين المرحلة دي آه مرحلة يعني يعني تنتهي بجوازي ما تنتهيش جواني واصم ولما الكنيسة وضعت فترة الخطوبة دي كفترة سابقة للزواج لأهداف روحية واجتماعية لازم أولادنا يفهموا أن الهدف منها الأساسي هو التعارف نعرف بعض نفهم بعض أفهم طبيعة اللي قدامي بسلبيتها وإيجابياتها وبالتالي لما أفهمه كويس أشوف أقدر أتعايش مع سلبياته قبل إيجابياته ولا لأ فمن خلال الحوار أقدر أتعرف على الشخصية فبقى حريس أتكلم فيه عشان أتعرف على الشخصية طيب أنا هنا خلاص اتعرفت على الشخصية وشعرت بارتياح إن أقدر أكمل معاه يبقى الفترة دي بنحط فيها الأساس اللي نمنع عليه المستقبل والأساس ده بيبقى من خلال التفكير في المستقبل وكل ما سيكون في دائرة حياتنا الزوجية يناقش في هذه المرحلة طيب إحنا واحد متقدم ودخل بيتنا البداية الأولى هي تعارف أولي أعرفه يعرفني فأرجوكو يعني أجيلوا بقى الكلام اللي فيه رومانسية وبتاعك كده مش وقت ما يشدكيش بالكلام ده ويأثر على ودنك وعلى قلبك وعلى مشاعرك لأ قاليك حريس قلت حط أحمر إحنا لسه ما قررناش حنكمل ولا لا فالتعرف في الأول أنا مين مش تغلية بالأكتر علاقة إيه بالكنيسة إيه خدماتي اللي موجودة في الكنيسة إيه ارتباطي بأبع اعتراف ودي بالطريقة زكية إن أنا بشده للدائرة بتاعت الكنيسية لما بكلمه أنا علاقتي إيه بالكنيسة ربما أتكلمه عن هواياتي ربما يتكلمه عن طبيعة عملي كل ده تعارف أولي وفيه واحد بطبيعته بيتكلم واحد تاني ما بيتكلمش فاللي بيعرف يتكلم بيفتح مجالات تخصه فبالتالت الآخر هيتكلم فيه ما يخصه ودي بتتاخد في ثلاثة أربع خمس مقابلات ومش حندقيا وقت كتير خلاص هو أتعرف على الباججراوند بتاعي وفهم أنا إيه أنا مين بشتغل إيه دراست إيه هو طبعا عارف ده قبل ما جي بس بيسمعوا مني عشان أنا كمان أسمع منه وما يدور في حياته أو في فلك حياته ممكن يتعرف من خلالي على طبيعة الصداقات بتاعتي دي دايرة طبيعة العيلة والعيلة متكون من مين إخوال وأمام أولاد الأمام أولاد إخوال دا اللي إحنا نقدر نقول هنتكلم فيه في الأيام الأولى الأولى تمام